هناك قضية أخرى مراجع حوزة الطوسي مهتمون بالمخالفين والنواصب ماذا سيقولون عنه؟ أخذوا علم الكلام منهم وأسسوا للإمامة في علم الكلام الشيعي وفقاً لما أسس النواصب للإمامة الناصبية في علم كلامها الفارق بين إمامي كتب العقائد الشيعية وإمامي كتب العقائد الناصبية من أنه منصوب من قبل الله فقط فإنهم حينما يتحدثون عن الإمام وكأنه زعيم من زعماء العرب لأنه نواصب سقيفة بني ساعدة حينما اختاروا أئمتهم اختاروا أئمتهم وفقاً للثقافة العربية الجاهلية فاختاروا من قريش اختاروا من المهاجرين اختاروا وفقاً لمقاييس جاهلية وبقي هذا الأمر مستمراً على طول سيرة خلفاء سقيفة بني ساعدة في الأمويين في العباسيين وفي غيرهم مراجع الشيعة أخذوا المواصفات نفسها ولذا فإن الإمام المعصومة عند مراجع الشيعة خوش ولد خوش رجال خير يصلح بين الناس يساعد الناس خوش آدمي وإبن رسول الله وعنده معلومات أكثر من غيره وهو أيضاً ما عنده علم خاص به هو ينقل حديث رسول الله هو راوية حديث هذا هو الإمام المعصوم عندما راجع النجف وكربلاء هو راوية حديث وليشوف الملائكة ولا يحشو أي الملائكة وإذا تجي معلومات تجي معلومات إلهام في قلبه قد يقول قائل هذه المضامين ذكرت في الروايات هذه المضامين ذكرت في الروايات هذه روايات بلسان المدارات بلسان التقية في بعض الأحيان بلسان الجدل والنقاش وهذه روايات تعارض القرآن وأئمتنا أعطونا منهجاً واضحاً من أن الأحاديث التي تعارض القرآن لا نعمل بها حتى لو كان الأئمة قد قالوها هذه الروايات أنا أقسم عليها أن الأئمة قد قالوها لكنني لا أشتريها بفلس لماذا؟ لأن الأئمة هم الذين قالوا لي افعل هكذا قالوا لي أعرض الروايات على القرآن فإذا خالفت القرآن فهي زخرف زخرف بتعابيرنا الشعبية زرق ورق لا قيمة لها ما عارض القرآن فهو باطل أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره لا عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة أو بتفسير نواصب سقيفة بني نجف تفعل تفاسير نواصب سقيفة بني نجف من أولها إلى آخرها هي أكثر من تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة إمامنا الصادق هو الذي قال لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أقدر من شمر وأقدر من حرملة الإمام الصادق هو الذي يقول ما أنا الذي أقول والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو سيد تفسير آل علي تفسير العسكري هو سيد تفسير آل علي التي بين أيدينا هذه مشكلة مشكلة اذهبوا إلى كتب العقائد عند مراجع النجف وكربلاء وابحثوا عن تعريف الإمامة فيها من أين جاءوا بتعريف الإمامة الإمامة قد عرفت في الزيارة الجامعة الكبيرة من أين جاءوا بتعريف الإمامة نقلوه من كتب الشوافع أخذوه عن الماورد وغيره عودوا إلى الكتب وهذه المطالب أنا قد تحدثت عنها وجئت بالمصادر وبيّنت ذلك بالتفصيل المميل وبرامج كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية وتبث بحسب الإمكان عبر هذه الشاشة ليلنها إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فمصادر الحقيقة متوفرة يمكنكم أن تعودوا إليها قد طرحت كل شيء بلسان عربي واضح وبالمصادر والأدلة والوثائق والحقائق كل شيء في دينكم يا أيها الشيعة لا علاقة له بمحمد وآل محمد هذا دين النواصب دين البتريين هذه هي الحقيقة من الآخر الوقت يجري سريعا وقد انتهى قصة كبير من الوقت وهذا موضوع مفصل وقد تحدثت عنه مرارا وكرارا لماذا هذا الغباء عند مراجع النجف وكربلاء في باب العقائد لماذا هذا الغباء وهذا سينجر إلى الفتاوى أيضا الذي يكون غبيا الذي يكون في غاية الثول والغباء في استنباط عقيدته مع كثرة المعطيات سيكون أكثر غباءا في استنباط الفتاوى لقلة المعطيات الفتاوى معطياتها قليلة العقائد معطياتها كثيرة إذا كانت المعطيات الكثيرة لا يستطيع مراجع النجف وكربلاء أن يستنبط منها العقائد الصحيحة فكيف يستنبطون الفتاوى الصحيحة من المعطيات القليلة كيف سيكون الغباء أكثر وسيكون الفشل أشاد وستكون الخيبة أوضح وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع عقاء الضالة تفسير كافر وفتاوى خائبة في غاية البعد عن منهج العترة الطاهرة هذا هو دينكم أنا لا أحدثكم من دون دليل لقد عرضت الأدلة بالمئات 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 وبشكل علني أنا لا أتحدث في الغرف المظلمة الجميع الجميع يعرفونني منذ بداية الثمانينات حينما كنت في قوم وأنا أتكلم بجرأة وصراحة وأتحدث معهم هو أدخ وليس لأني لأني أنا 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 لا قهمة لي وليس لأني أنا ابن فلان أو ابن فلان وإنما لأنني أأخذ من العيون الصافية لقد هجرت العيون الكدرة القذرة والتصقت بالعيون الصافية طيلة حياتي قطعا بحدود طاقتي بقدر استطاعتي هذا هو السبب الذي يمنحني هذه الجرأة التي ما تحلى بها أحد عبر تأريخ الغيبة الكبرى في واقع الحوزة هم يعرفون هذه الحقيقة يعرفون هذه الحقيقة أنا لست مفاخرا هنا ويحق لي أن أفاخر ولكنني لست مفاخرا إنما أحدثكم عن حقيقة حال وعن واقع أمر كي تلتفت إلى أحوالكم طهروا عقولكم طهروا قلوبكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلا ابتعدوا عنهم خلصوا أنفسكم من أصحاب العمائم القذرة هذه العمائم عمائم إبليسية عمائم عباسية هذه عمائم البتريين خلصوا أنفسكم منها ابتعدوا عن قذارات خطباء المنابر ابتعدوا عن قذارات الوائلي ابتعدوا عن قذارات السستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر ابتعدوا عن هذه القذارات وعودوا إلى أحضان أئمتكم إلى ثقافة العترة الطاهرة لا أقول لكم خذوا كل كلامي خذوا الذي تجدونه نافعا ومفيدا لكم خذوا الذي تقر به عقولكم وتجدون قلوبكم قد أخبتت له هذا ما هو كلامي إنه كلامهم إنها معارفهم وثقافتهم قطعا بحدود فهمي بحدود استطاعتي وإذا وجدتم مكانا جهة مصدرا أفضل من هذا الذي أحدثكم به فالتصقوا به التصقوا به وارشدوني إليه وأنا سألتصق معكم به أيضا إذا كنا إذا كنا شيعة إذا كنا شيعة لعليين وآل عليين لكن في الحقيقة نحن شيعة الهائن مطايل الثيران هذه نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا أقرأ عليكم رواية من الروايات التي تأتي بلسان يتناسب مع زمانها ومكانها تكون مناسبة للواقع الشيعي في مقطع من المقاطع الزمانية أقرأ عليكم من غيبة الطوسي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 270 بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه إن عليا كان يقول إن عليا إن أمير المؤمنين كان يقول إلى السبعين بلاء إلى السبعين من السنين وهذا الكلام موجود في كلمات أمير المؤمنين وفي خطبه الشريف وكان يقول بعد البلاء رخاء وقد مضت السبعون ولم نرى رخاء كلام الإمام كان مشروطا إلى إلى السبعين بلاء وكان يقول بعد البلاء رخاء وقد مضت السبعون ولم نرى رخاء فقال أبو جعفر يا ثابت ثابت هو اسم أبي حمزة الثمالي الإمام قال له يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين وقت هذا الأمر أن يكون فرج فرج للشيعة الحديث عن فرج للشيعة وليس عن الفرج الأعظم فلما قتل الحسين متى قتل الحسين في السنة الحادية والستين يعني قبل انتهاء السبعين فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومئة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا الكلام موضح بلسان المدارات إذا أردنا هؤلاء هؤلاء الذين فهموها بهذه الطريقة هم لا يفقهون حديث أهل البيت يردون الرواية ويجعلونها في هذا السياق في سياق وقت ظهور الحجة بن الحسن الرواية تتحدث عن فرج لشيعة عن فرج في مقطع زماني مثلما حدث فرج للشيعة في العراق مثلا حينما سقط النظام الصدامي البعثي المجرم هذا فرج لكنه فرج محدود فرج نسبي فرج صغير حتى إذا أردت أن أجعل الرواية في وقت ظهور إمام زماننا الرواية واضحة في مقام المدارات وفي مقام التكتم على الأمر فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومئة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال أبو حمزة وقلت ذلك لأبي عبد الله لإمامنا الصادق قلت ما دار فيما بيني وبين الباقر صلوات الله عليه فقال إمامنا الصادق قد كان ذاك قطعا سيؤكد ما قاله أبوه الباقر الرواية أساسا ليست بصدد الحديث عن وقت ظهور الحجة بن الحسن لكن هذا هو الذي صار شائعا حتى أن الطوسي أوردها في كتابه الغيبة في سياق وقت الظهور الشريف أوردها الطوسي في هذا الفصل الذي عنونه فيما ذكر في بيان مقدار عمره عمر الإمام فهذه الرواية جاء بها لأنه فهمها ترتبط بوقت ظهور الحجة بن الحسن والرواية ليست كذلك وحتى إذا كانت كذلك هذه الرواية وأمثالها تعارض القرآن القرآن يرفضها وأنا لا أريد أن أجعلها معارضة للقرآن لماذا أقول هذا كلام مداراتي في مقطع زماني معين والإمام هنا يريد أن يتكتم على تفاصيل برنامج عمله في الوقت الذي كان يتحدث فيه مع أبي حمزة الثمالي هذه قضية لها سياقها الخاص وحتى وحتى إذا أردت أن أقول من أن العبارة ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا من أن الله لم يعلم الأئمة كما يريدون أن يقولوا بوقت ظهور الحجة بن الحسن وهو كلهم سخيف هذا ولكن إذا أردت أن أقول بهذا فإن ذكر الإمام للآية بعد هذا الكلام سيكون ناسخا للكلام السابق مباشرة الإمام قال ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا ويبح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بعد ذلك ما الدليل على أن البداء لم يحدث وحدث البداء فيما يريده الله فأعلم الأئمة بتفاصيل وقت الظهور قطعا هذا الكلام كله سخيف لأن الأئمة أعلى شأنا من كل هذا ولأن البداء لا علاقة له بعلم الله سبحانه وتعالى البداء قانون لتنظيم ما يقدره الإمام المعصول صحيح أن البداء هو القانون الأعلى في التقدير لكن هذا القانون خاضع لي وذل كل شيء لكو البداء شيء وذل كل شيء لكو هناك قانون ولاية الإمام المطلقة أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات وإنما سأذهب إلى الكتاب الكريم ولكن بعد هذا الفاصل نبدأ من سورة القدر وهذه السورة لها خصوصية واضحة في ثقافة العترة الطاهرة أنا أسأل مراجع النجف وكربلاء عموما وأسأل الإرهوان خصوصا باعتبار أن الحديث عن مرجعيته وعن أعلميته أقول سورة القدر قرأتموها تدبرتم فيها سيد الأوصياء يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر والقارئ الذي قراءته لا خير فيها هو أيضا لا خير فيه سورة القدر عامة الشيعة تعرف من أنه في ليلة القدر الملائكة يصاحبها الروح خلق أعظم من الملائكة في رواياتنا إنه من تجليات الحقيقة الفاطمية على أي حال تتنزل الملائكة والروح معها على من على إمام زماننا لأي شيء كي تأخذ برنامج برنامج التقدير لسنة كاملة برنامج التقدير هذا ينظمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفقا لمشروع الخلافة الإلهية ومشروع الخلافة الإلهية مبني في توقيته على أيام الله وأيام الله أولها يهم القائم فكل التقدير مبني وفقا لهذه الأسس فكيف يقدر الأشياء وحق الحسين هذا الكلام سخيف لكنني ماذا أفعل لهؤلاء سأستمر بهذه الطريقة الكلام سخيف ولكنني إذا أردت أن أقيسه بسخف هؤلاء بسخف مراجع النشف وكربلاء يكون هذا الكلام في أعلى درجات المعرفة العميقة وهو في الحقيقة سخيف هذا الكلام إنني أسيء إلى إمام زماني بهذه الكلمات ولكنني ماذا سأصنع ماذا سأصنع هذه وسيلتي لإثبات حق إمام زماني فإمامنا صلوات الله عليه يقدر ما هو مقدر للعباد هكذا نقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء المروية عن إمامنا الصادق إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم في ليلة القدر وغير ليلة القدر ليلة القدر مصداق من المصاديق إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم دقيق النظر إرادة الرب في مقادير أموره في مقادير أموره في مقادير أمور الله الضمير يعود على الله إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم هذا ما يرتبط بالتقدير التكويني أما التقدير التشريعي والصادر عما فصل من أحكام العباد فكل شيء هو صادر من بيوتكم وهابط إليكم والكلام هنا حينما نقول هابط إليكم هل أن الأئمة يعيشون مرحلة هذه الحقائق بعيدة عنهم هم ليسوا منفصلين عن الله هذا الحديث عن هبوط لأنهم عبيد لله لا فرق بينك وبينها لا يوجد هناك فاصل إلا أنهم عبادك وخلقك فهذا الهبوط هبوط العبودية والخلقية لا هو بهبوط زماني ولا بهبوط مكاني إذا 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 كنتم تفقهون ولا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك أقول ملئت بقمامة النواصب أن لها تدرك هذه الحقائق هذه عقول قذرة عقول مراجع النجا عقول مراجع كربلاء عقول قذرة قذرة إلى أبعد الحدود لا تستطيع أن تدرك هذه الحقائق أنا لا أتحدث عن الألفاظ أتحدث عن إدراك الحقائق في عمقها النوراني لا في حدود ألفاظها في حدود الألفاظ يمكن لأي عارف باللغة العربية أن يحيط علما بالمعاني اللغوية لهذه الكلمات أعود إلى سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر وقت ظهور الحجة داخل في هذا العنوان أو لا قلت لكم الكلام سخيف ولكنني أحاجج هؤلاء السخفة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إمامنا الباقر حين سأله عبد الله بن عجلان أقرأ عليكم من الجزء الثامن من البرهان لهاشم البحراني جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية صفحة 343 الحديث الثامن والعشرون في نهاية الحديث عبد الله بن عجلان يسأل الإمامة الباقر صلوات الله عليه قال قلت من كل أمر بخصوص الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال قلت من كل أمر قال بكل أمر فقلت هذا التنزيل هذا هو تنزيل الملائكة قال نعم بكل أمر البرنامج المرسوم في ليلة القدر برنامج دقيق منطق القرآن هكذا يقول في سورة الطلاق في الآية الثالثة بعد البسملة قد جعل الله لكل شيء قدرا فهل وقت الظهور لكس مقدرا وهل أن المقادير كلها تنزل على الإمام ولا ينزل هذا التقدير لماذا إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم مثل ما قال إمامنا الباقر لعبد الله بن عجلان كما قرأت عليكم الرواية قبل قليل لما سأله من كل أمر قال بكل أمر قد جعل الله لكل شيء قدرا هذا في سورة الطلاق وإذا ذهبنا إلى سورة الفرقان وإلى الآية الثانية بعد البسملة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد دره تقديرا ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم اجمعه بين هذا وهذا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وذل كل شيء لكم صدقوني أنا لست مرتاحا لهذا الحديث أجد الحديث هزيلا ولكنني ماذا أصنع لحوزة الهزال والسخافة والتفاة وخلق كل شيء فقدره تقديرا وذل كل شيء لكم وإذا ما ذهبنا إلى سورة الرعد إلى الآية الثامنة بعد البسملة الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد يا آل محمد يا بقية الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ماذا نقرأ في الزيارة الرجبية أقرأ من مفاتيح الجنان الزيارة الرجبية الجامعة هذه الزيارة وردت عن إمام زماننا وردتنا من طريق السفير الثالث الحسين بن روح هكذا نقرأ فيها أنا سائلكم سادتي آل محمد سيدي بقية الله أنا سائلكم أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم فبكم يجبر المهيض المهيض الكسير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار المضامين واحدة ما هذا قرآن وهذه كلماته هذه زياراتهم وأدعيتهم هذا توقيع من توقيعات الحجة بن الحسن هذه الزيارة وردت إلينا من الناحية المقدسة ونحن نتحدث الآن عن إمام زماننا عن سيد الناحية المقدسة وكل شيء عنده بمقدار بالله عليكم إذا جمعتم هذه التفاصيل ألا تصلون إلى هذه النتيجة من أن الإمام الحجة عالم بوقت ظهوره والله إني لخجل من إمام زماني أن أتحدث عنه بهذا المستوى الضحل ما قيمة أن الإمام يعلم بوقت ظهوره هذه ضحالة حوزة النجف لأننا نرافق أولاء العثالة نصبح عثالة مثلهم نتكلم كما تتكلم العثالة هذا هو الوقت وإلا هذا الكلام كلام هذا كلام حثالة وكلام السخف أين مقام الإمام وأين هذا الحديث السخيف الذي أتحدث به لكنني مضطر لأنني أرافق وأحادث هؤلاء السخفاء أعرف أعرف أين أنتم يا أيها الشيعة أنا لا أخاطب هؤلاء التافيين العثالة أنا أخاطبكم أنتم أخاطب الشباب لا أخاطب كبار السن كبار السن مثل ما ينعدلون ذول انتهت قضيتهم نحن عندنا في الأحاديث الشريفة من أن الإنسان إذا بلغ الستين إذا بلغ السبعين وهو على ضلاله وهو بعيد عن إمام زمانه فإن إبليس يمسح على وجهه ويقول له أهلا 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 حبي حبيبي أهلا أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا بعد هذه المسحة أهلا 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 بمهجتي وروحي أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا هذا التعبير الشعبي في العراق يقولون فلان ممسوح مأخوذ من هذه المضامين قد يكون مأخوذ من الفلس الممسوح الذي لا تبقى عليه علامات ولكنه أيضا مأخوذ من هذا المعنى أعتقد أن إبليس قد مسحهم جميعا فهم قد بلغوا إلى التسعين إلى الثمانين مسحهم جميعا ولذا أنا مضطر أن أتحدث بمنطق الحثالة لمناقشة سخافتهم وتفاهتهم وضلالهم على أي حال أنا عرضت لكم ما عرضت مما جاء في سورة القدر وما جاء في الآيات التي تلوتها عليكم في سورة الطلاق في سورة الفرقان في سورة الرعد وما قرأته من رواية عن إمامنا الباقر حدثنا بها عبد الله بن عجلان وما قرأته من الزيارة الرجبية التي وردتنا من الناحية المقدسة إذا جمعنا بين كل هذه التفاصيل فإن النتيجة واضحة من أن إمام زماننا على علم بوقت ظهوره لكما يقول هؤلاء السفهاء السخفاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء والله هؤلاء مضحك مضحك مسخر هؤلاء أي علماء هؤلاء ماذا يعرفون من القرآن وماذا يعرفون من الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات أو لا قمام قمام بتمام معنى الكلمة نذهب إلى فاصل الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النحل وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَأَهُمُ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ظهورُ إِمَامِ زَمَانِنَا فتفاصيل التوقيت موجودة في هذا الكتاب قد تقولون كيف جاءت بنحو مرموز سأبينها لكم لست أنا هم بيّنوا لنا ذلك ونزلنا عليك الكتاب تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وقت الظهور موجود في هذه الآية والهدى والرحمة والبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أوضح مصاديقي هذه العناوين يوم الخلاص يوم الظهور يوم الفرج إنه اليوم الأول من أيام الله يوم القائم صلوات الله عليه أول يوم من أيام محمد وأهل محمد وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قطعاً نحن لن نتوقع أن الأشياء تُبَيَّن في الكتاب مثل ما تُبَيَّن تفاصيل الوقائع التأريخية في كتب التأريخ القرآن يتحدث عن كل شيء المصحف محدود في عدد أوراقه في عدد كلماته في عدد حروفه القضية تتخذ أسلوباً آخر نحن نفقه من القرآن ما يظهر لنا حقائق القرآن لا نستطيع أن نلج إليها أئمتنا يخبروننا بحسب ما ننتفع منه والذي كأحوال هؤلاء السقفاء التافهين في حوزة النجف وكربلاء هؤلاء لا يفقهون شيئاً أساساً حتى يبين الأئمة لهم من الحقائق ما يبينون مر علينا من أن صاحب الأمر في زمان الغيبة الكبرى يلقي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه وهو في غيبته مر علينا هذا والمصدر هو هذا نهج البلاغة في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قطعاً هؤلاء ليسوا منهم لأنهم أساساً لا يملكون أذن النظيفة الأمام يلقي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه عبر مسارب السمع النظيفة هؤلاء مسارب السمع هؤلاء مسارب سمعهم قد ملئت بقذارات النواصب انطمست بصيرتهم هناك بصيرة للنظر وهناك بصيرة للسمع إنه الوعي الأذن الواعية وتعيها أذن واعية الأذن الواعية هي الأذن التي مساربها ترتبط بالعيون الصافية أما هذه الأذن المنتكسة والمرتكسة في قذارات النواصب فإن مساربها ترتبط بالعيون الكديرة القذرة ولذا فهي ليست مؤهلة أن يتواصل معها صاحب الأمر وأن يلقي حقائق التفسير فيها وهذا الهراء أمامكم هراء المرجع الأعلم الإيرواني وقبله الفياط وقبله السيستاني وقبله أنخوئي وقبله 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 ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نحن نقرأ في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله تأويل القرآن وما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهؤلاء هم الذين يعيدون الكتاب إلى حقائقه الأولى فيعرفون أسراره لأن حقيقة لأن حقيقة الكتاب الأولى ما هي في هذه الألفاظ إذا ذهبنا إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف فماذا نقرأ في الآية الثالثة والتي بعدها بعد البسملة إنا 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 جعلناه قرآنا عربيا جعل بصيغة لفظية عربية إنا جعلناه عملية صناعة عملية جعل إنا جعلناه قرآنا عربيا لماذا لعلكم تعقلون مراجع النجف لا يعقلون ذهبوا باتجاه المنهج العمري في تفسير القرآن فانطمست بصائره وجاءوا بهذا الضلال وانطلق خطباؤهم على المنابر يرددون تفسير النواصف وانطمست بصائر الشيعة ونقضوا بيعة الغدير فأصبحوا بتريين ومقصرين ومرجئين وحينما يأتي مثلي كي ينورهم بحقائق القرآن بحسب بيعة الغدير يقولون عنهم ماسوني ويذهبون إلى قذارات الوائل وقذارات السستان وقذارات الخوئ وقذارات محمد باقر الصدر ويقولون هذا هو دين محمد وأهل محمد هنيئا لكم بقذاراتكم هكذا جاء في سورة الزخرف إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون لكنه في الحقيقة ليس كذلك وإنه وإنه هو نفسه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكي قبل قليل قلت لكم القرآن هو جزء من مضمونه والعلي الحكيم هذا هو أمير المؤمنين هكذا نسلم على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة إذا ما ذهبت بكم إلى الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا نسلم عليه السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب صاحب المفاتيح السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيُّ السلام على اسم الله الرضي ووجه المضي وجنبه العلي إلى آخر الزيارة الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى هو هو علي بنفسه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي وهكذا تخاطبون إمام زمانكم في دعاء الندبة الشريف فماذا تقولون له يبنى الصراط المستقيم يا صاحب الزمان يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هذا هو أمير المؤمنين وهذا القرآن إن جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون أما هو في الحقيقة ما هو وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي هل أحتاج إلى أن أستمر في الموضوع لأجل البيان والتوضيح سأستمر لكنني وحق الحسين أجد كلامي سخيفا جدا لأن الآيات تدل على معاني أحمق وأعمق من هذا السخف الذي أتحدث عنه نحن نقرأ في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد وهي آخر آية فيها في السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الآية لا تحصر علم أمير المؤمنين بعلم الكتاب والكتاب هنا ما هو القرآن الكتاب هنا هو كتاب التكوين إنه علم الإسم الأعظم نعم إذا أردنا أن نعود إلى الحقيقة العظمى للقرآن سيكون المعنى سيكون المعنى هو هو لكننا حينما نتحدث عن القرآن فيما بيننا نتحدث عن هذا المصحف هذا المصحف حتى في عميق أسراره هو هو صورة عن القرآن الأعظم الآية تتحدث عن أن علم علي يساوي علم الله لأن الله هو الذي جعله كذلك من أين يفهم هذا فإن الآية ساوت بين شهادة الله وشهادة علي ويشترط في الشهود أن يكون علمهم متساويا في الموضوع الذي يشهدون فيه والشهادة هنا عن محمد الذي هو العنوان الكلي للحقيقة المحمدية التي هي عنوان جعلها الله لكل شيء فالشهادة هنا في عمقها عن كل شيء وفي كل شيء في ظاهرها ترتبط بمحمد ورسالته لكن في باطنها إنه باطن محمد الذي هو باطن كل شيء باطن الحقيقة المحمدية إنها الحقيقة التي صدر منها كل شيء خلقها سبحانه وتعالى وصدر منها بعد ذلك كل شيء ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب شاهدان لا بد أن يكون علمهما متساويا في الموضوع نفسه الذي يشهدان عليه الآية عميقة عميقة جدا لكنني أرد الآيات بنحو سريع الوقت لا يكفي وقت الحلقة يكاد أن ينتهي وعند الكثير من المطالب فماذا أصنع إذا ذهبنا إلى سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية بكاملها إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدم وآثاره وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين يقول أنا هو الإمام المبين الذي جاء في هذه الآية وهو هو الحجة بن الحسن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة نفسه وذل كل شيء لكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنما ذل كل شيء لهم لأن ولايتهم قد أحاطت به وهل يمكن أن تحيط ولايتهم به وهم لا يعلمون به هل يمكن هذا أي كلام هذا وذل كل شيء لكم أحاطت ولايتكم بكل شيء أحاط علمكم بكل شيء بل في الحقيقة ولايتهم هي علمهم وعلمهم هو ولايتهم لا يوجد هناك تفكيك بين علمهم وولايتهم ولايتهم وعلمهم واحد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية واحدة تمثل علمهم وولايتهم تمثلهم هم إنها الإحاطة المطلقة أين هذا الفهم من هراء هؤلاء الحثالة ماذا أقول لكم هذا هو القرآن هذا قرآن محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم وهذه المضامين التي أحدثكم بها تفسيرهم رواياتهم أحاديثهم كلماتهم نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا الغيب يطلع يطلع عليه الملائكة وفي الحقيقة هو هذا غيب الحقيقة المحمدية لأن الحقيقة المحمدية هي التي تباشر الخلق فإن الله خلق المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة هكذا حدثون وهكذا ثقفون وعلمون فحقائق الغيب هذه من شؤون الخلق هي من شؤون الحقيقة المحمدية فإذا كان حال حبة في ظلمات الأرض لا بد أن يكون في كتاب مبين وإذا كان حال ورقة من أوراق الشجر تسقط من أغصانها مقدرا في كتاب مبين والكتاب المبين هو من شؤون الإمام المعصوم فهل أن ظهور الحجة بن الحسن ليس مقدرا في كتاب مبين ومع كل ذلك مع كل ذلك إذا ذهبنا إلى سورة الجن وإلى الآية السادسة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة فإن الكلام سيكون مختلفا جدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه على غيب الله الخاص به هذه الآية الوحيدة في القرآن التي تنسب الغيب إلى الله أما الغيوب والغيب وأنباء الغيب في القرآن فمنازلها ومراتبها كثيرة الملائكة تطلع على بعضها الأنبياء يطلعون على بعض ذلك كل بحسب مرتبته وكل بحسب شأنه وحاجته لكن الغيب الأعظم هو الغيب الخاص بالله هذا الغيب لم يطلع عليه إلا محمد وآل محمد القرآن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخاص به فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الرسول المصطفى الرسول المرتضى هو محمد صلى الله عليه وآله في بعض الروايات الأمير يقول هو أنا أنا المرتضى من الرسول أنا المطلع على هذا الغيب إلا من ارتضى من رسول علي يقول أنا أنا المرتضى من الرسول على أي حال الحديث هنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحده إلا من ارتضى من رسول الذين يظهرهم على غيبه الخاص لا يظهرهم على وقت ظهور قائمهم قلت لكم والله أستشعر سخف كلامي لكنني ماذا سأفعل مع هؤلاء السخفة الآيات واضحة صريحة أذهب بكم إلى سورة الشورى وعدتكم أن آتيكم بمثال على ذكر وقت الظهور في القرآن بنحو مرموس إنها الآية الأولى والثانية بعد البسملة من سورة الشورى حاميم عين سين قاف ماذا يقول آل محمد صلوات الله عليه أقرأ عليكم من تفسير القم رضوان الله تعالى عليه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ستمية وعشرة بسنده عن يحيى ابن ميسر الخثعم عن إمام الباقري صلوات الله عليه قال سمعته يقول حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم كل التفاصيل في هذه الرموس محمد وآل محمد يعلمون هذه الرموس ما هي جزء من المصحة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الباقر يقول حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلم كل شيء في عين سين قاف وعلم كل شيء هذه رموس وعلم كل شيء يعني أن ظهور القائم هنا في هذا الرمز لا تتصور أن الرمز يحسب بحساب الأبجد القضية ليست كذلك هذه رموس لها خصائصها عودوا إلى برامجي فقد تحدثت عن رموز القرآن وعن شيء من أسرارها من رواياتهم من أحاديثهم ليس من عندي حاميم عين سين قاف الباقر يقول أعداد سني القائم ثم يقول وعلم كل شيء في عين سين قاف ماذا تقولون بعد ذلك قلت لكم وحق الزهراء أستشعر سخف كلامي القضية أعظم من كل هذا هذا كلام في حاشية الموضوع قارنوا بين هذه الثقافة والتي لا تمثل شيئا من ثقافة العترة الطاهرة ما أحمله من ثقافة لا يمثل شيئا من حقيقة ثقافة العترة الطاهرة في سعتها الواسعة لا أستطيع أن أحيط بثقافة العترة الطاهرة وإنما أخذت منها بقدر وعائي مثلما يقول أمير المؤمنين لكميل يا كميل القلوب أوعي وخيرها أوعاها أخذت من ثقافتهم بقدر وعائي قارنوا بين هذه الثقافة المحدودة وبين سخف هؤلاء الذين يوصفون بأنهم الأعلم نواب صاحب الزمان طعا الله أعظكم يا نيابة يا ثويل ولكم أنتم غبران غبران طائحين حظ روحوا صلحوا أوضعكم يا أعلم يا أعدل يا اجتهاد يا استنباط أحكام شرعية أنتم من طاحت حظ إلا طاحت حظ أعيدوا أعيدوا فيديو قارنوا قارنوا بين سخف هذا المتحدث وبين حقائق القرآن العظيم لتوقت زمن لظهور الإمام شوكت يظهر الإمام صلوات الله عليه في العام المقبل مش مدري كتب العام أصب منه قال هو الإمام يدري شوكت يظهر هو الإمام ما معلوم همات لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتي أو يظهر بعد شهر أو يظهر لا يحتمل يحتمل يظهر باتر يحتمل يظهر بعد سنة يحتمل يظهر بعد مئة سنة يحتمل كل احتمال جزم ما موجود فإذا لا تصر من الوقاتين والمؤقتين توقت أنه حتم هذا ليس بصحيح أصلا منه قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر لا أخبر على الدق هو الإمام ما معلوم همات يا أصخونة مؤتل كرفكم أضعي الحظ على الدق أذهب بكم إلى دعاء السحر الشريف أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك هذا الدعاء جاء مرويا عن باقر العلوم وجاء مرويا عن إمامنا الرضا أيضا صلوات الله عليهما وإنما تتكرر رواية الأدعية عن المعصومين لأجل أن يلفت أنظارنا إلى أهميتها وإلى عميق أسرارها على أي حال هكذا نقرأ في الدعاء الشريف اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هذا ما هو بعلم الله فعلم الله ليس فيه مراتب لأننا إذا جعلنا لعلم الله مراتب جعلنا الذات الإلهية مركبة وحينئذ صارت محتاجة لأجزائها والله هو الغني حميد نحن الفقراء إليه نحن مركبون الذهت الإلهية ليست مركبة لأنها إذا كانت مركبة ستحتاج إلى أجزائها تكون محتاجة حينئذ فهذا الدعاء يتحدث عن مراتب هذه المراتب في مجال الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية أيضا ليست فيها مراتب الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة بلحاظ ما صدر عنها هي مركبة ما بين بساطتها والعبودية لا فرق بينك وبينها هذه هي البساطة الإلهية إلا أنهم عبادك وخلقك وهذه صفة العبودية والخلقية المخلوقية فالتركيب من هذه الجهة وليس التركيب في أجزاء الوجود والتكوي هي حقيقة بسيطة أيضا منها صدرت الأشياء من هنا فإن الله قد خلقها بنفسها أول ما خلق الله خلق المشيئة خلقها بنفسها ولذا فهي مستقرة في ظله فلا تخرج منه إلى غيره وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن تستقر في ظله حتى تكون بسيطة وإنما جاءها التركيب من هذه الجهة من جهة العبودية والمخلوقية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وذولا السرابيت جاي يناقشون الإمام يعرف فقط ظهوره أو ما يعرف فقط ظهوره المطايا هذه إش مفتهمة من القرآن إش مفتهمة من الروايات والأحاديث إش مفتهمة من الأدعية والزيارة أصلا إش مفتهمين من الدين ذولا شيف تهمون ذولا أعود إلى دعاء السحر اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هذا هو صاحب الزمان صاحب الزمان يوصف بهذا الوصف لماذا لأنه مجلى من مجال الحقيقة المحمدية مجال الحقيقة المحمدية فيها مراتب الأنبياء من مجال الحقيقة المحمدية الملائكة من مجال الحقيقة المحمدية الملائكة المقربون عندهم شيء من العلم والأنبياء العظام عندهم شيء من العلم من العلم النافذ لكن العلم الأنفذ هو علم محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هذا علم محمد وآل محمد إنه علم صح بالزمان أنفذ علم الله وكل علم كنافذ المراتب الأخرى من العلم الإلهي النافذ التي تجلت في سائر أولياء الله مما اشتق ومما صدر وظهر من الحقيقة المحمدية اللهم إني أسألك بعلمك كله كل علمه أين عند من بكم فتح الله اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه بكم فتح الله اللهم إني أسألك بعلمك كله بكم ختم الله اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله الذي عند صاحب الأمر اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه أرضى قول الله هو علمه فهل قوله من دون علم وأرضى قول الله أين يتجلى يتجلى في صاحب الأمر في إمام زماننا اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها الكلمة الأتم صاحب الزمان فكيف لا يكون عالما والله إني لخجل من إمام زماني أن أتحدث بهذه الطريقة لكن هؤلاء الثولان الغبران هؤلاء المراجع العظاهم هم الذين دفعوني لمثل هذا الحديث منطيح الله عظم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها أتم الكلمات هم الكلمة الأتم بقية الله التي لا نقص فيها عن أي شيء هؤلاء السفلة يتعدثون اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تام اللهم إني أسألك بكلماتك كلها كل عبائر هذا الدعاء تشير إلى هذه الحقيقة الواضحة نذهب إلى فاصل لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة من زيارات صاحب الأمر وهي زيارة معروفة أولها أول زيارة السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد العلم المهدوي علم لا يبيد لا يبيد يعني لا ينتهي يعني لا يصيبه الهلاك لا يتعرض له النقص العلم البائد هو العلم الذي يمزقه النسيان كما يقولون هم النسيان آفة العلم هم هؤلاء المراجع السفلة مراجع الشيعة يقولون من أن المعصوم يسهو وينسى هذا هو ضلالهم ماذا أفعل لهم السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد علم لا يبيد علم لا يتطرق إليه النسيان ولا يقترب منه السهو لأن النسيان ولأن السهوة أهفة العلم إذا ما تسلط النسيان والسهو على العلم فقد تمزق وانتهى هذا علم كامل لا يوجد جزء من الجهل بجانبه لأن الجهل يقضي على العلم وتلاحظون ماذا فعل جهل المراجع بهم إلى أين أخذهم أخذهم إلى الضلال وارتكسوا في العيون الكدرة القذرة وابتعدوا عن إمام زمانهم وإذا ما استمروا على عنادهم هذا وجهلهم فإنهم ذاهبون إلى حربه أي سوء عاقبة وأي سوء نهاية هذا السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيت هذا علم لا يتطرق إليه السهو والنسيان وعلم لا يقترب منه الجهل وعلم ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه إنه علم مستمر مستديم واسع بالضبط كما في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الخطاب موجه للملائكة موجه للجان ولكل دواب السماوات والأرض لكل الكائنات وللبشر وغيرهم فالإمام ناظر مطلع على كل التفاصيل ليس هناك من ليل أو نهار ليس هناك من ماض أو حاضر أو مستقبل إنها رؤية الإحاطة رؤية الإحاطة لن تكون مقيدة بزمان أو مكان رؤية الإحاطة لن تكون مثقلة بأذقال السهو والنسيان رؤية الإحاطة ليست مقيدة بقواعد العلم الكسبي والعلم الحصولي هذه رؤية تكون المعلومات حاضرة بنفسها عند العالم إنها إحاطة الولاية إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق مرد الخلق إليكم عبر هذه الإحاطة وهذا الكلام ليس خاصا بيوم القيامة يوم القيامة يوم من أيام الله إياب الخلق إليكم مطلقا وحسابهم عليكم وذل كل شيء لكم وأمره إليكم هذا هو منطق إمامنا الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة قارنوا بين هذا المنطق ومنطق ذول الغبرانط حين الحاض وأنتم راحين وراهم وتركضون وين موليه راحين وراهم اشردوا منهم اشردوا هؤلاء قمامة هذا دين القمامة دين الإمامة هذا الذي أحدثكم عنه هناك دينان دين الإمامة ودين القمامة دين القمامة في حوزة النجا ودين الإمامة تأخذونه من هذه القناة لا لأنني أتحدث فيها لأنها مصدر من مصادر ثقافة العترة الطاهرة وإذا ما وجدتم في يوم من الأيام أنها أصبحت قنحت قمامة فابسقوا في وجهي والعنوني ولعنوا هذه القناة هناك دينان يا أيها الشعاء دين القمامة ودين الإمامة مع أي دين أنتم مع دين الإمامة التي هي من أصول المذهب من فروع الدين إذا كان دينكم هو هذا طيح الله عض دينكم أنا أتحدث عن دين الإمامة بهذه المضامي التي بينتها لكم إجمالا